السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله والخير جميع فيه ملاحظة حبيت أن ينبع لها وما راح يكون الفيديو طويل جدا أبدا وهو خاص في بندقية الامتري ضابط المنظم الإضافي مع المنظم الأساسي ومعرفة الرقم الصحيح للأمانة ما يعتمد على بعض الساعات لاحظوا هنا عندنا مثلا هذه بندق أحد الأخوة أرسلها لأجل أضبط له موضوع المنظم لاحظوا هنا في الساعة عندنا مية وثمانية وسبعين جميل لاحظوا وعندنا هنا لو تلاحظون على ميتين وعشرة يعني تقريبا خمس وثلاثين بار إذا ما نبلطا الذي زايد في الساعة هذه طبعا هذه يجي تقريبا في الساعات بعض الدفعات جت فيها الساعة هذه الآن أفرغ الهواء وتشوفون الآن فكت السرندل تفرغ الهواء لاحظوا فيه زيادة تقريبا يمكن عشرين بار أو خمس وعشرين بار إلى عشرين بار تقريبا هذه تلخبط بعض الأخوة في مسألة ضبط المنظم فأنا أفضل أني أستخدم للفحص مثل الساعات هذه ساعة ديجيتل لذا الأفضل المعايرة بساعة ديجيتل وبعدين إعادة الساعة هذه زي ما كانت لأنك تحتاج فقط مرة وحدة لأنك تشتغل في ضبط المنظم والله يوفقنا وإياكم أبا جرب الآن أركب الساعة هذه ديجيتل ونشوف